بسم الله الرحمن الرحيم أهل بيتك المظلومين السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين يا حجة الله البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة يا أبا الأوصياء أنت لطاها يا أبا الأوصياء أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه لله في معانيك سرًا أكثر العالمين ما عرفوه أنت ثاني الآباء في منتهى الدور أنت ثاني الآباء في منتهى الدور وأبناؤه تعد بنوه خلق الله آدم من تراب فهو ابن له وأنت أبوه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العلي العظيم هذه الآية أو المجموعة من الآيات تدل على أنه هناك ثلاث فرق في يوم القيامة وهذا على غير ما عودنا عليه القرآن الكريم من أن المجتمع البشري في يوم القيامة يجمعون وينقسمون إلى قسمين منهم من هم أهل اليمين ومنهم من هم أهل الشمال لكن هذه المجموعة من الآيات تقول بأن هناك ثلاثة أزواج الأزواج هنا بمعنى الأصناف يعني كل صنف له مسمى في هذه السورة وهي سورة الواقعة أولاً يقول وكنتم أزواجاً ثلاثة الصنف الأول أصحاب الميمنة الصنف الثاني أصحاب المشأمة الصنف الثالث هم السابقون من هؤلاء يعني نحتاج إلى تعريف لهذه الأصناف الثلاثة بعد ذلك ينعت السابقين بأنهم أولئك المقربون لما يريد يفسر لنا حالتهم ويريد يشرح لنا وصفهم يقول بأنهم هم المقربون طيب الصنف الأول الذي تعبر عنه الآيات تقول وكنتم أزواجاً ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة المقصود بأهل اليمين ليس في مقابل أهل الشمال لأن اليمين والشمال هذا أمر نسبي يعني في يوم القيامة ما يخلون مثلاً مجموعة على يمين المحشر ومجموعة على شمال المحشر هؤلاء أصحاب الشمال بمعنى ماذا بمعنى أنه ما يخالف الجهة اليمين لا لأنه الإنسان لو مثلاً جلس في مكان يصبح كل شيء عن يمينه هو يمين وكل شيء على شماله يصبح شمال وإذا جلس على خلاف جلسته رح تتحول هذه الجهات فهذه أمور نسبية لكن أهل اليمين وأهل الشمال الذي يتكلم عنهم القرآن في يوم القيامة هذه صفات ذاتية يعني أينما يذهب أهل اليمين فهم أهل اليمين وأينما يتجه أهل الشمال فهم أهل الشمال يعني هؤلاء قد حوسبوا وقد عين صفتهم عينت صفاتهم عينت صفاتهم بأن هؤلاء نعم أهل اليمين وهؤلاء أهل الشمال وإلا جهة اليمين وجهة الشمال هذه مسألة نسبية الإنسان إذا وقف في مكان يصبح هذا اليمين مثلاً وهذا الشمال إذا دار طرفه يصبح بالعكس فأهل اليمين إذن هذه صفة ذاتية لهم بعد ذلك لما يريد يعرفهم يريد يعرفهم بعظمة نحن في التعريف لازم يكون التعريف يوضح المعرف مثلاً مو يساويه لازم يكون أجلى ويكون أوضح من ماذا من المعرف لما يريد يعرف لي القرآن الكريم يقول من هم أصحاب اليمين يقول أصحاب اليمين يعبر عنهم بعظمة وكنتم أزواجاً ثلاثة فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين يعني هؤلاء هذه الماء ماء التعظيم لهم وأما أصحاب المشأمة يعبر عنهم هنا القرآن مو بأصحاب الشمال أصحاب المشأمة والشؤم ملازم لهم يقول ماذا يقول بأنه أصحاب المشأمة وما أصحاب المشأمة هذه الماء هنا للتحقير للتقليل من شأنهم مثل ما يقول ما أنا وما خطري لكن النقطة الثالثة يجب أن نقف عندها وهي نقطة جداً مهمة الآية تقول السابقون السابقون هذه الصنف الثالث الذي يمتاز عن تلك الصنفين بأنهم ليسوا أصحاب أحد ما قالت الآيات أصحاب اليمين وأصحاب المشأمة وأصحاب السابقين لا بل قالت أصحاب اليمين وأصحاب المشأمة وبعد ذلك وبعد ذلك تقول السابقون السابقون فهم بذواتهم سابقون هذا شنو يدل يدل بأنهم مو أصحاب أحد مو أتباع أحد بل هم بأوفسهم أئمة يعني أنه لما نراجع إلى تعبير الأصحاب يعني من يصحب أحدا أصحاب رسول الله يعني الذي يصحبون رسول الله أصحاب الإمام الصادق الذي يأخذون عنه الرواية يتبعونه أصحاب اليمين يعني الذين يتبعون اليمن يتبعون البركة في الحياة يتبعون الخير يتبعون العقيدة الصالحة يتبعون الإيمان يتبعون كل صفة حسنة هؤلاء أتباعها أصحاب المشأمة كل صفة كل صفة فيها شؤم فيها قوبح فيها كذا هم يتبعونها هؤلاء أتباع لكن عندما تأتي الآية إلى السابقين ما قالت أصحاب السابقون أصحاب السابقين بل قالت السابقون السابقون فتبين أن هؤلاء مو أصحاب أحد هؤلاء الحق يدور معهم حيث داروا مو أنه الناس نعم يتبعون الحق مثل مثلا عمار بن ياسر مثل مثلا أبي ذر الغفاري أمثال هؤلاء أصحاب رسول الله يتبعون رسول الله يتبعون الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لكن أكو ناس لا يعرف الحق إلا بهم كيف لا يعرف الحق إلا بهم يعني الآن مثلا الصلاة حق لازم أنا أصليها هذا واجب واقعي علي يجب أن أصليه طيب أتبع من رسول الله قال صلوا كما رأيتموني أصلي هذه صلاتي نعم هي عبارة عن ماذا عن هي يعين ما طلبه الله سبحانه وتعالى لأن نحن عدنا الحق على معنيين لا ندخل في هذا الباب لأنه رح يدخلنا إلى موضوع آخر لكن الحق على عدة معاني منها عدنا الحق الذي هو الله هذا لا مقابل له الله ما إلى مقابل مقابله العدم أوعدنا الحق الذي في مقابله الباطل هذا هو الذي رسول الله هو الحق علي ابن أبي طالب هو الحق لأن الآية ماذا تقول ذلكم الله ربكم الحق هذه تصف الله بالحق وأكو آية أخرى تقول قل الحق من ربك فالحق الذي من الله غير الحق الذي هو الله الحق الذي من الله مخلوق الحق الذي من الله يعني الوحي يعني الإمامة يعني النبوة هذه كلها حق يعني المعاد الآن إحنا لما نعبر نقول الموت حق القبر حق هذه كلها مما هي واقع من الله سبحانه وتعالى وعلي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار هذا معناه ماذا؟ معناه أنه هؤلاء هم أئمة يعرف الحق بهم وإذا تريد تعرف الحق وتصير من أصحاب الحق يجب أن ماذا؟ يجب أن تتبعهم لأنهم أهل اليمن والبركة طيب إذا عرفنا هذا إذن النقطة الأولى في الآية أنه أصحاب اليمين أصحاب الشمال بعد ذلك يقول السابقون ولم يقل أصحاب السابقين هؤلاء أئمة ما معنى السابقين؟ لما نسأل القرآن الكريم نقول له عرفنا يعني السابقون لما نريد نعرف السابقين ومنين نعرفهم؟ يقول السابقون السابقون تعريفهم يكون منهم هذه الدائرة لا يعرفها إلا هم طيب ممكن تسألني تقول القرآن كيف؟ القرآن هؤلاء الثقل الأصغر والقرآن الثقل الأكبر هؤلاء الثقلين لن يفترق القرآن وهم نور واحد نحن لما نريد نخاطب الإمام نقول له ماذا؟ نقول له السلام عليك يا شريك القرآن الإمام شريك القرآن فلذلك ماذا قال رسول الله؟ قال رسول الله يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا شنو معناها؟ معناها الله قد عرف الإمام بالقرآن لأن كلام الله وين؟ هو القرآن الكريم ورسول الله عرف الإمام أيضا في هذه الأحاديث التي هي واردة من حديث الثقلين وخطبة الغدير وأمثالها وعشرات بل مئات الأحاديث إذا رجعنا إلى الله نقول له يا رب من هؤلاء السابقون؟ قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إذا رجعنا إلى رسول الله رسول الله قال علي مع الحق والحق ما علي يدور معه حيث ما دار فإذن لما يقول يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا ليش؟ لأن هؤلاء هم رسول الله من السابقين أهل البيت من السابقين وهؤلاء لا يعلم كما أن تفسير القرآن بالقرآن من أفضل أنواع التفاسير كذلك تفسير الأئمة بالقرآن وتفسير الإمامة بالإمامة هي أفضل أنواع فهمنا لعمق معاني هؤلاء الذوات المقدسة فإذن نعرف بأن القرآن يقول ترى لا تطلع من دائرة السابق السابقون السابقون لا تطلع من دائرتهم لا تخلي أحد يصفهم لأن غيرهم لا يعرفهم غيرهم لا يعرفهم يأتي قتادة إلى الإمام الصادق يقول له قتادة ما محسوب على مدرسة أهل البيت لكن كان يتعلم عند الإمام يأتي إليه يقول له أنا جلست عند فلان وعند فلان وعند فلان لكن لما آتي إليك أحس برهبة أحس بخشية أحس بأن كل مدارك تهتز أمامك قال له ويحك أنت مو في أي بيت أنت في بيوت أذن الله أن ترفع هذه البيوت غير تلك البيوت يعني أنا لما واحد ما يعرف الإمام الصادق عليه السلام يحسب مثل مثل غيره هذا كيف يعرف الإمام فلا يعرف الإمام إلا الإمام لذلك إحنا إذا أخذنا روايات لرسول الله إذا أخذنا الآيات إذا أخذنا الأحاديث في وصفهم نعرف بأن أهل البيت هم عرفوا أنفسهم إني ولدت على الفطرة لما يريد يعرف نفسه وأمثالها كثيرة طيب سر السبق ما هو ما هو سر سبقهم سر سبقهم أنهم هم المقربون شوف تعبير الآية السابقون السابقون أولئك المقربون يعني أن الله سبحانه وتعالى قد قربهم الله عمله تقريب العبد وتكليف العبد أن يتقرب من الله تكليف العبد إحنا أن نتقرب بالعمل الصالح إلى الله إذا تقربنا إلى الله الله يقربنا إليه هاي موقع لهم الله سبحانه وتعالى قالهم أنتم مقربون يعني وصلوا إلى درجة أنهم هم المقربون عند الله سبحانه وتعالى الشفعاء عند الله طيب شنو سر القرب سر القرب أنا عند المنكسرة قلوبهم كل ما الإنسان يكون قلبه أكثر انكسارا لله يكون أكثر قربا لله سبحانه وتعالى يصير أكثر قرب إلى الله سبحانه وتعالى وأي قرب تجده أكثر مما اقترب الأئمة عليهم السلام من الله سبحانه وتعالى هذا تأريخ علي بن أبي طالب كان إذا وقف في محراب صلاته نعم ما كان يتحرك منه إلا ما تحركه الريح كانت تجر من قدميه السهام نعم وشضايا الأسنة وما كان يحس هذا إذا دل إنما يدل على قربه إلى الله سبحانه وتعالى فإذا هؤلاء هم السابقون هست تأريخيا أنه سبق الناس بالإيمان هذا كما ينقله التأريخ لكن العقيدة عقيدتنا أنه ما كفر بالله طرفة عين هذا السبق سبق مكانه وليست سبق مكان ولا سبق زمان لكن في مثل ليلة الواحد وعشرين من شهر يعني في يوم يوم الواحد وعشرين في ليلة الثانية والعشرين من شهر رمضان تجد هذا الجسد الطاهر قد عمم بتلك الضربة من أشقى الأشقياء رفعوه أولاده على رؤوسهم وأخرجوه إلى صحن الدار أيوة سيداه أيوة عليا رفعوه على الرؤوس وسط صرخات بناتي والنساء ومن حمل جنازته هم أولاده الحسن والحسين وسائر أولاده وبعض خاصة أصحابه ليلى حملوه خشية الخوارج ودفنوا ليلى عندما أخرجوا بالليل إلى صحن الدار وإذا بابنته زينب صاحيات ونت صاحتي المجبليين هشايلين وياكم منين أسمعها ضيل وصياح صابيين خوفي قضى عودي طيبين لما نسمعها الحسن وحسين صاحو يزينب زيدلونيين هذا جساد سيد الكونيين قل لابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويحكن الإسلام أركان اللهم بحق علي بن أبي طالب وأولادي علي بن أبي طالب وابن عم علي بن أبي طالب رسول الله اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة وفرج عنا يا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا وإلى أرواح المؤمنين والمؤينات والعلماء والسادات أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين والمسببين رحم الله ننقرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد